أوضح رئيس عبدالفتاح السيسي أن مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندية ناريندرا مودي استعرضت العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثمارية أشار رئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندية إلى أنه تم تأكيد على مواصلة العمل لتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الانتاجية للبلدين قد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي حيث أكدنا مواصلة العمل لجلازة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الانتاجية والتصدرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي وعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف البجالات لا سيامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسته من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على موصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بدخل استثمارات في مصر ومن ناحية الأخرى تفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شركات في مجالات جديدة ومن بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الإدروجين الأخضر واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكامبيوات والأسمدة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السبراني اشتركوا في القناة